كان في قديم الزمان قرية اسمها قرية سدوم القرية دي كانوا بيرتكبوا ذنب ما كانش أحد عملوا قبل كده نهائيا كانوا هم أول ناس يبتكروا المعصية دي ويعملوا المعصية دي ويتعودوا عليها ويستمروا فيها ويجهروا بها إلى أن جاء عقاب الله عز وجل فقالب بهم الأرض تماما وعذبهم عذاب شديد جدا لكن للأسف مع أن القرية دي هدمت والناس دول ماتوا لكن أحفدهم ظهروا بقوة في كأس العالم في اليومين دول لو عايزين تعرفوا منهم دول صلوا على النبي وتابعوا معنا للنهائي السلام عليكم ورحمة الله في كأس العالم المقام اليومين دول ظهر لنا أتباع قرية سدوم مرة تانية نفس اللي كانت بتعمله قرية سدوم في عهد نبي الله لوط عليه السلام أن كان الذكران يأتوا بعضهم البعض الرجل ينام ويجامع الرجل بس ظهر لنا بقى اليومين دول ناس عايزين يفرضوا رأيهم بنفس الطريقة ويفرضوا أفكارهم ومعتقداتهم على الناس كلها اللي هم قوم لوط بتوع اليومين دول أي أن كان المساميات الجميلة اللي بيحاولوا يسموا نفسهم بيها دلوقت مجتمع الميم مجتمع البسكليتة أي أن كان المجتمعات اللي بيسموا نفسهم بيه لكن في النهاية هم بيفعلوا فعل قوم لوط ومجتمع البسكليتة اللي موجود اليومين دول هو نفس المبدأ اللي موجود في عهد سيدنا لوط كانوا برضو عايزين يفرضوا رأيهم ومعتقداتهم بالعافية والغصب اسمع كده سيدنا لوط لما جالهم قالوهم إيه ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون شوف رد الفعل بتاعهم إيه؟ مش يستروا نفسهم با ويداروا كده ويعودوا على جانب لا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم أخرجوا لوط وقومه الذين يدعون للهداية والفطرة والعقل السليم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ويفرضوا معتقداتهم ورأيهم في الأمور التي لا يقبلها عقل ولا تقبلها فطرة سليمة أبدا وقال يشنعوا دلوقتي على اللي بيقول ممنوع ترفع ألوان معينة أو علم معين أو رمز معين يرمز لمجتمع البسكليتة ده نفس اللي كان بتعمله قرية سدوم زمان فبدل من أنهم يسطروا نفسهم لا للأسف الشديد بيعلنوا الموضوع ده وبيفرضوا على الناس كلها وعلى فكرة دي صفات من يمارس فعل قوم لوط أو من يمارس فعل اللواط أو من يأتي الذكران كما كانوا يفعلون دي صفاتهم العلماء قالوا كده إن اللوط لا يخاف الله سبحانه وتعالى يتصب بالغدر والخيانة وقلة الحياة وكثرة الكذب لا يوفي بعهد أبدا لا يحترم مواثيق الآخرين والعهد مع الآخرين وأظن أنتم شايفين الكلام ده بوضوح في كأس العالم المقام دلوق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم شدد العقوبة على من يمارس فعل قوم لوط وعلى من يأتي الذكران ويترك الإناس فقال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به اقتلوهم لأن ده أمر يخالف الشرع ويخالف الفطرة ويخالف العقل فالله سبحانه وتعالى عندما بدأ الخلق خلق ذكرا وأنثى خلق آدم وحواء ولم يخلق آدم ومركس لم يخلق آدم وإنسان ذكر زيه علشان يفعلوا الفاحشة مع بعضهم فالفطرة السوية تقتضي ذكر وأنثى وليس ذكرا مع ذكر أو أنثى مع أنثى ولما ربنا عاقب قوم لوط زمان عقبهم بخسف الديار وكثرة الدمار فعمل رفع القرية إلى أعلى ثم هبط بها إلى أسفل وقلبهم على رؤوسهم كما قال جل وعلا فجعلنا عاليها سافلها طب عقوبة من يمارس فعل اللواط دلوقتي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألقتلوه طب يقتل إزاي اختلف العلماء في كيفية القتل منهم من قال يحرق بالنار ومنهم من قال يرمى من أعلى مكان في البلد ثم يرجم حتى الموت ومنهم من قال يرجم بالحجارة حتى الموت سواء كان متزوج أو غير متزوج إلا بعض العلماء قالوا أن عقوبة اللواط هي عقوبة الزنا لو كان محصن يبقى الراجمة حتى الموت ولو كان غير محصن يبقى الجلد مئة جلدة لكن الصحيح هو الرأي الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الفاعل والمفعول به واحد حيسأل ويقول هو ليه القرآن وليه الإسلام شدت في عقوبة اللواط كده لدرجة أن القرآن يذكر قصة قوم لوط فعشر صور من القرآن الكريم ويذكر عقابهم وشدة العقاب اللي حصلوهم فالعلماء يقولوا أن ربنا شدد العقاب عليهم لأن الذكر إذا على الذكر هربت الملائكة وصرخت الأرض وغضبت تستجير بالله سبحانه وتعالى ونزل صخط الله عز وجل على من يفعل ذلك وغشيتهم اللعنة وحفتهم الشياطين واستعرت جهنم استعدادا لهؤلاء بل إن الإمام مجاهد المفسر العظيم يقول لو أن من يعمل عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في السماء وبكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا إن جاسح تفضل ملازماه دائما إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هو من يفعل فعل قوم لوط لي توبة؟ أيوة والله لي توبة مدام الشمس لم تخرج من مغربها ومدام الروح موجودة فيه فينفع أن يتوب ويرجع لربنا وربنا يفرح بتوبته وأن يعالج نفسه ويبعد عن الذنب دا ويندم عن اللي فعله أبل كده والله سبحانه وتعالى يتقبل توبة التائب ويعفو عمن يطلب المغفرة منه جل وعلا ويعود إليه قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أظن أن كأس العالم أثبت للجميع إن العالم بجد ليس حرا وإن القوي عايز يفرد سيطرته بأي طريقة على الضعيف فياريت كلنا كمسلمين وكعرب تبقى إيدينا إيد واحدة ضد نشر النجاسات والقبائح لمجتمعنا ونحفظ أولادنا من الأمور دي علشان ما يجيش يوم نندم بس حيكون فواء لا ينفع فيه الندم والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر